بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ورحبا بولادي بناتي جمع الترمينال تقني رياضي ورياضي ما زلنا مع سلسلة دير لاباز في القسمة في زاد أو في الجبر بصفة عامة حيث أيتناكم بهذا التمعين الرائع الذي قال واحد أدرس حسب قيم العدد الطبيعي آن بواق القسمة الإقليدية للعدد ثلاثة أس آن على عشرة ثانيا قال ليكن العدد ماذا ألفا الذي يسوينا ألف وتسعمائة أو ثلاثة وستون أس ستة عشر آن زائد اثنان ناقص أربعة في ألف وأربعمائة أو تسعة وثلاثون أس ثمانية آن زائد واحد زائد الفين وسبعة عشر قال بين أن كل عدد طبيعي آن أن ألفا يقبل القسمة علاما على عشرة قال ثالثا عين قيم العدد الطبيعي آن بحيث يكون سبعة في ثلاثة أس آن زائد واحد ناقص واحد يسوينا أو يوافقنا صف بترديد عشرة قال مع آن يكون محصور بين عشرة وخمسة وعشرون قال رابع ليكن آن عددا طبيعيا يكتب في النظام ذي الأساس ثلاثة كما يلي اللي هو إكس إكس صفر إكس إكس صفر واحد قال عين العدد الطبيعي إكس بحيث يكون آن يوافقنا سبعة بترديد عشرة سمحوني هنا كنت كاتب إكس إياه الأصل آن قال با أكتب العدد الطبيعي آن في النظام العشري إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة نقول لي واحد دراسة با واقي ثلاثة أس آن على من على عشرة هذا السؤال يعني الكثير يعرفوا لولا نمده الآن نعطوله صفر تصبحنا ثلاثة الصفر توافقنا واحد بترديد عشرة أكيد هو باقي لأنه صغير على هذا الترديد الآن نعطوله واحد تولينا ثلاثة والسواحد توافقنا ثلاثة بترديد عشرة ثم آن توافقنا تسوينا ثنين تولينا ثلاثة مربع وهي تسعة ما زالت صغيرة تولينا تسعة بترديد عشرة ثم آن يسوينا ثلاثة تولينا ثلاثة أس ثلاثة وهي سبعة وعشرون تقسيم عشر تعطينا سبعة بترديد عشرة ثم آن يسوينا ربعة اللي هي ثلاثة أس ربعة وهي واحدة وثمانية تقسيم عشرة الباقي شعال واحد بترديد عشر نتوقف لأن القسمة أصبحت دورية إذن نقول القسمة دورية دورها رهنية أربعة ك ولا أربعة المهم هي تتعاود بعدها كل أربع مرات يمكن الآن أن نلخص كل شيء هنا في الجدول هنا آن وهنا ثلاث آن يوافق عندنا أربعة ك وأربعة ك زايد واحد وأربعة ك زايد اثنين عفوا زايد اثنين وهنا أربعة ك زايد عفوا زايد ثلاث الباقي الأول هو الواحد والثلاثة والتسعة والسبعة هكذا كل هذا بترديد واش؟ بترديد عشرة هكذا الواحد بعدها نكتب هنا البواقي اللي هي R يعني البواقي هكذا هي الواحد والثلاثة والتسعة والسبعة وكيف يكتبهم هنا؟ معلش؟ أفضل أنه إذا خدمت الجدول هكذا بتحتاجهم بعد تقدر تكتب هنا البواقي هي أقول لها R يعني البواقي R ننزله للباقي بعدها قال لي يكون العدد ثانيا أتديان معم أتديان أن ماذا؟ أن ألف يقبل القسم على من؟ على عشرة هنا ما معناه؟ معناها الأولاد أنه كامل هذا لازم نسيبه الباقي التحام سيفر كنا نقسمه على عشرة ننطلق بالعدد الأول اللي هو ألف وتسع ألف وتسعمائة وثلاثة وستون شعالي وفقنا مع عشرة يوفقنا ثلاثة بترديد عشرة حسبوا الآن الحسبة تسيبوا الأمر صح بعدها نجو هنا للقوة تولينا ألف وتسعمائة سمع ما يمليه وثلاثة وستون قوة كم؟ قوة ستة عشر آن يوفقنا ثلاثة قوة ستة عشر آن بترديد عشرة لأننا من الخواص القوة اللي يزيدوها منه وحد يقول يا أستاذ ما زالت اثنين ما تقلقوش للثنين سهل الآن تولي توافقنا هذه كان قد نكتبوها نكتبوها يعني طبقا لما هو موجود هنا في الجذول نكتبوها هي ثلاثة قوة أربعة آن الكل قوة ماذا؟ قوة أربعة بترديد عشرة على هي أستاذ دلت الله هكذا؟ ندلها هكذا لي أن أباها نستغل نتع ثلاثة قصة ربعة آن شعال ثلاثة قصة ربعة آن ثلاثة قصة ربعة آن نحو هنا الآن الكاء وديره آن تولينا ثلاثة قصة ربعة آن شعال توافق هذه تعطيكم واحد شوفوا معي مليح الفكرة كيفاش نخدم تولي لألف وتسعمائة وثلاثة وستون قوة ستة عشر آن توافق قنام هذا ها هو الباقي تعطي شعال واحد وواحد كندروله أي قوة شعال يبقى يبقى النام واحد بترديد عشر وش خصنا مع الولاد؟ خصنا هنا اياه الثنين هنا وش ندير شوفوا معي مليح نضرب منا في ألف وتسعمائة وثلاثة وعفو وثلاثة وستون قوة ستة عشر آن في ألف وتسعمائة وثلاثة عفوا وثلاثة وستون عفوا ثلاثة وستون مربع يوافق النواش منا كذلك شوفوا معي بتع الممليح ضربنا منا في ألف وتسعمائة وثلاثة وستة مربع منا ماشي نضرب في ألف وتسعمائة وثلاثة وستة مربع لا نضرب الباقي التاع باقي التاع ذا شعال هو شعال هو تصبحنا واحد تي ثلاثة مربع أس هكذا هل فهمت يا أستاذ هذا هاو الباقي التاع 1963 الباقي التاع وش عالي الباقي التاع وثلاثة لو نديرنا أس ثنين نديرنا ثلاثة أس ثنين ها هذه جمعة الأس تصبحنا 1963 جمعة الأس 6 زي 2 من 9 بترديد 10 هذا يقعد باقي ذلك نجول هذا العدد نفس السيناريو اللي هو 1439 يوافقنا 9 بترديد 10 هنا يا نقدر نتحايل وش رأيكم النقص غير ترديد فقط تولي لي 1439 نديره هنا نقص 10 لأن يجوز انقص الترديد ما يخبرت حتى مشكل تبقى يوافقنا نقص 1 بترديد 10 خلاص ندخل عليهم الآن القوة شو ما يمليح 8 8 زايد 1 صاحا 8 8 1 زايد 1 هنا بالقوة يعني هكذا ما يمليح إذن خلاص نحن رأيكم نزيدوا لغة ترديد فن نزيدوا لغة 10 ما رح يحصرح تاشي صباحنا توافقنا 9 بترديد 10 خلاص هذه تفهمنا عليها نزيدوا ذوكا الولاد نروح 2017 ركزوا مع يمليه 2017 ووفقنا شعالي ووفقنا 7 بترديد 10 واحد يقول هنا يا أستاذ نقول ما تجيش الفكرة بتاع النقص ترديد ونزيد ترديد نروح لهاذي تسعى نقسمها نكتبها على شكل ثلاثة وربع واتطبقتها نخافها وصل طيوة تسيبها كيف كيف ويا الأفضل كتسيبوا الأعداد ما تلاد فيه يعني 19 10 11 تقدر زيد ترديد نقص ترديد غير فن نقص على لك الحسابات يصبح للآن آلف يوافق الواحد يغب شوية هذا وره الباقي التاع ها هو اللي هو تسعة نقص أربعة في الباقي التاع 1439 الباقي التاح ها هو تسعة ها هو لكم زيد شعال زيد زيد سبعة بترديد عشرة لاحظوا هنا ونتبع على الولاد إذن قلنا واش صبح لي آلف يوافق هذا معاذ شعال يعطينا هذا شوفوا معي هذا معاذ يعطينا 16 نقص الآن هذه تعطينا 36 36 شعال توفق لنا مع عشرة توفق لنا 6 مع النقص يبقى 6 هاي لكم إذن هذه 36 36 كي نقسموها على عشرة تعطينا 6 وإشارة النقص نقوم محافظين بها بترديد 10 يوافق لنا إذن آلف 16 نقص 6 شعال لأن هذه يعطينا 6 تعطينا 10 بترديد 10 ومنه آلف عشرة تقسيم 10 شعال الباقي هو 0 عسرو أقول الباقي 1 لا الباقي 0 نقول ومنه آلف يقبل القسم على من على 10 لأن الباقي صبنا 1 هذا إذن هنا يا برك أنا قد استعملت نقصت وزدت الترديد قلت لك اللي ما يعرش يعاود يكتبها 3 مربع ويشوف كل شي راح موجود عنده في الجدول بعد ما أنهينا الآن من هال السؤال راح نتطرق الآن إلى السؤال آخر عفوا نمسح الطابل ما لنش صح نجو للسؤال الذي بعده قالنا عين قيم العدد الطابعي بحيث يكون تعيين قيم آن حيث واش حيث سبعة في ثلاثة أسآن زايد واحد ناقص واحد ويوفق النصير بترديد عشرة ما أعطونا الشرط آن لازم يكون محصور بين عشرة وخمسة وعشرة تبعوا الأولاد إذن واش رايكم هذا ننقله منه إصبح لي سبعة في ثلاثة أسآن زايد واحد يوفق قنا واحد بترديد عشرة صحيح واش رأيكم هذا نقوم بتفكيكه لهي سبعة في ثلاثة في ثلاثة أسآن يوفق أن واحد بترديد عشرة واش درت أستاذ آن زايد واحد شي هي ثلاثة أسآن في ثلاثة هاي لكم عدوا قوة تعلش على الواحد جمعوا الأسس هذه شعر تعطيكم تعطينا واحدة وعشرين في ثلاثة أسآن يوفق أن واحد بترديد عشرة لكن نحن نعلم أن واحدة وعشرين يوفق أن واحد بترديد عشرة اسم هذا نقدر نحن عوض بالواحد يصبح لي واحد في ثلاثة أسآن يوفق أن واحد بترديد عشرة الواحد ما هو له ما يأثر ش هاي لك نعود ونرجع الجدول التعقبيل اللي كان هنا اللي هو قلنا ثلاثة أسآن يوفق أن وهنا يآن قلنا ربعك وربعك زايد واحد وربعك زايد اثنين وربعك زايد ثلاثة البواقع قلنا هي الواحد والثلاثة والتسعة والسبعة بترديد واش بترديد عشرة الواحد جولادي هنا وشوفوا قدام عينيكم ثلاثة أسآن يوفق واحد بترديد عشرة آن شعليكم سبحان منه آن يسوينا أربعة ك مع الك أكيد عدد طبيعي صح تبعوا معي هاي قيم آن علي قلتكم خدموا بهذه أربعة بس آن يوافق بتخرجكم هاي الواحد إذن آن هاي شعال لكن زايد للشرط واحد آخر قال لي لو كان قال عين قيم العدد طبيعي آن بحيثون نقوله ديركت آن يسوينا ربعة زايد النشرط واحد آخر قال آن يكون محصور بين العشرة وال خمسة وعشرين لازم مننا نعود نقول و لدينا آن محصور بين من بين عشرة و خمسة وعشرين نجيب هذا نحط هنا اصبح لأربعة ك يوافق أن عفوا أقل من خمسة وعشرين وكبير على من على عشرة نقسم من على ربعة ومن على ربعة ومن على ربعة له بير هذا مع هذا صبح لي ك محصور بين من بين ثنين ونص ومن خمسة وعشرين على ربعة نحسب ها إذن عفوا خمسة وعشرين تقسيم ربعة راح تعطينا ستة خمسة وعشرين ستة فاصل خمسة عشرين ما هي الأعداد طبيعية اللي جاية محصورة بين ثنين فاصل وستة فاصل أكيد يقول لك إما يدي ثلاثة أو الربعة أو الخمسة أو الستة صغير أعلى 6 فاصل يعني هو ستة وكبير على ثلاثة فاصل هو ثلاثة الآن يصبح قيم أن وش أن عفوا أن عفوا أن ينتمي لوش احنا قلنا أن وش يسوي يسوي هذا يضرب في ربعة تناعة هذا يضرب في ربعة ستاعة هذا يضرب في ربعة عشرون وهذا يضرب في ربعة ربعة وعشرين هل القيم التوعي التوعان سحر محصورين بين 10 و 25 نعم 12 صحيح 16 صحيح 20 صحيح و 24 صحيح كيف أشدرت إذن قيم الكا اللي جاي بين 2.6 فاصل هي 3 و 4 و 5 و 6 درك جيب هنا يا عوض الكا عوضوا بال 3 3 في 4 و 12 و بعد 4 في 4 و 4 في 5 و 4 في 6 هم قيم التوعان تاعي نمزد لي الشرط الثاني بعد ما أنهينا من هذا جاءنا السؤال الذي بعده الرابع قالنا لي يكون آن عددا طبيعيا يكتبوا في النظام ذي الأساس 3 كما يلي إذن هذا آن رح يساوينا x x 0 x x 0 1 في النظام الثلاث أو ذي النظام الثلاثة أولا يعني يجب أن يكون x محصور بين من أقل تماما من النظام اللي يكتب فيه أكبر أو يساوي نصيفه أما الأولاد إلا جانا هنا يا كاين شوفوا ما يمليح لازم نتعلم واحدة الحاجة لازم الـ x التاعي يكون أكبر تماما من الصفر ولا ما يقدرش يكون أكبر لازم يكون أكبر تماما من الصفر لأن لازم من ev2 العدد اللي يكون مكتوبه هنا لازم يدي صفر أنا تخيلوا هذا عاديكم مغير مهيثال تخيلوا ذا العدد شعال ميان ونو كان نكتب هذا العدد هكذا شعال يقول لي ونبينا عشرة سما لازم الشرط هذا ما يبقى هذا العدد هو ميان لازم هذا ما يديش صفر حال ما يديش ما يديش صفر إذن x التاعي يكون صغير على النظام المكتوب فيه وهنا بما أن آخر عدد هو مجهول لازم هذا المجهول ثاني ما يديش صفر وإلا العدد ذا كريتم يصغر المهم هذا هو الشرط التاعي صاحة إذن عسروا حكم هنا لازم x ما يديش صفر عليه لأن أكبر عدد رقم هنا هو x صاحة أما لو كان جاتنا هنا مكتوب مكتوب الواحد نقول هكذا عادي بالصحكي يكون المجهول التاعيجي هنا هو الكبير لازم أن العدد زيار الآن الرقم صفر إذن قال عين عين العدد الطابعي آن بحيث تعين العدد الطابعي آن حيث واش حيث قالوا أن x يوافق أن صفر بترديد عشرة نحن نحن نروح ندير أولا نروح نحول هذا نعود أن نكتبه بالصيغة هذه يولينا x عفوا آن يساوي واش يساوي لدي يساوي أن هذا الصغير اللي هو واحد في ثلاثة الصفر زايد صفر في ثلاثة السواحد شوفوا كيف ينكتب يعني باتتعلموا الفكرة كيف ينكتب نعود أن نكتبه بصيغة أخرى ثلاثة قيم آن صغير لهم ثم التي بعدها زايد x في ثلاثة بص هنا صفر هنا واحد هنا اثنين زايد x في ثلاثة أس ثلاثة زايد صفر في x عفوا زايد صفر في ثلاثة أس ربعة زايد x في ثلاثة أس خمسة زايد x في ثلاثة أس ستة هنا نكتب نعود أن نبدأ نحسبه يولي آن يساوي هذا يعطينا واحد هذا يروح الصفر وهذا يروح الصفر تعطينا زايد 9x زايد 27x زايد 243x زايد 729x ستة ثلاثة وستة لما نجمع يصبح لي آن يستمع نجمع وذن وذن يعطينا 1008x زايد شعال زايد واحد ها هي هنا هنا يتعين العدد الطابعي آن سمع x بحيث سمحوا لي ما شيء آن آلا تابعوا معي قالوا نا هذا x ما مع الشرط تعين لازم x يكون محصور بين 0 أروح 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 أروحي جولادي الآن أدرك أن نجيبه هذا هذا شفوه ما عمله هذا حطوه هنا شتبه حق أنا يعفون ها كذا تابعوا معي الزمال أولاد الزمال أولاد آن ها هنا يعسوني كين ما خطأ كنت نسيه آن 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 يوفق لنا شعال يوفق لنا 7 بترديد 10 تبعوا تشوفوا هذا ندو هذا كمال صبح لي 1000 1000 و 8x رجعوا هذا من نشعال تصبح لنا 6 بترديد 10 علىها أستاذ أن هذا كي نجيبه مننا يصبح لنا 7 نقص 1 الآن شوفوا معي نعود نجيل هذا ذلك 1000 و 8 نقسمها 1000 و 8 لو نقسمها على 10 تعطينا واش الباقي الباقي يعني همنا هنا الباقي همنا هو 8x و يوفق لنا 6 بترديد 10 بما أن هذا وهذا كلهم يقبلوا القسم على 2 عندنا الحق على الولاد نقسمه كامل هنا كيكونوا كامل يقسمه شوف تصبح لي 4x يوفق لنا 2 بترديد 5 كيكونوا كامل صاحا الآن ذلك تبعوا معي كي نخدم واش رايكم لو نضرب هنا في 4 وهنا في 4 واش راح يصرح عندي الحق في الموافقة نضرب هذه وهذه في تصبح لي واش تصبح لي 16x يوفق لنا اضربوا هذه في 4 8 شوفوا معي أملح إذا نضربوا هذه قلت في واش في 4 وذي في 4 بترديد 5 صاحا هذي اشتيه هي هي 15x زائد x يوفق لنا هذه مع الخمسة تعطينا 3 بترديد ماذا بترديد 5 تبعوا معي نقطة نقطة هذه هنا عفوا قسمونا أعطينا 3 لا إله إلا هناك يضرب في 4 تولي 12 شوف تاكمل براها شوية إذا نشتولينا هنا تولي 12 12 كي نقسموها على 5 تعطينا 2 اليوم أنهاري 15x نعرفوا باللي 15x توفق لنا صفر بالترديد 5 لأن 15 دايما يقبل القسم على 5 إذا هذا سم يروح شا تبقى لي تبقى لي x x ويوفقنا ويوفقنا 2 بترديد 5 أروح نحولو هذه إلى مساوية هنا أغطيكم غير سنحولي براك يقسم المرة مهو ثلاثة نحولو أصبح لي x يساوينا 5 5 t زي 2 حيث في هذا عدد طبيعي أروح يجو لدي الآن دروق إحنا ينجو x16 شو الشرط التاع x16 يكون محصور بين 0 و3 ما يحقق لي هنا يكون لغ إذن لدينا أنه x محصور بين 0 و3 معناه معناه وش p شعال يكون يساوي يساوينا 0 أروح 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 تشوفوا أعوض هنا p أعطوه 0 يقول لنا 0 في 5 0 يقول لنا x شعال x يساوي شعال يساوي 2 حلا أستاذ صح لو كان نعطوه للp 0 x شعال يخرج 2 2 جاي هنا يجوز كن نعطوه للp 1 تقول لنا شعال 7 7 سم اللي حقق لي بها يبقى لي x تحي محصور بين 3 1 3 0 هو x يساوي 0 إذن قيمة x ثم قال لي أكتب العدد الطبيعي 1 في النظام العشاري كتابة 1 في النظام العشاري هنا من ديروا ولو أولاد جيبوا هذه حطوه هنا صباح لي an يساوي أن 2008 في 2 زايد 1 2008 في 2 هو 2016 وال 1 2017 إذن an يساوي 2017 هذا وش عالنا مالبعد سمحوا لي هنا فقط هنا شوية هنا an عين قيمة العدد الطبيعي x بحيث يكون an أنا اكتبت x سمحوا لي رحم والديكم لأنه في الأخير ولدي ابنتي إن شاء الله رب يوفقكم ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح مع المطاهرة مع تحيير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر